موسيقى أهلا بكم في النشرة الرياضية أقام الاتحاد البحريني لكرة القدم يوم أمس مؤتمر صحفيا تم خلاله علان تفاصيل زيارة التي سيقوم بها منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم للمرة الأولى إلى البحرين حيث تحدث في المؤتمر سعدة الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الذي أكد على أهمية المكاسب المختلفة التي سيحققها اللقاء الودي الذي سيجمع بين كولومبيا ومنتخبنا الوطنية وما السادس والعشرين من شهر مارس الجاري القيمة الفنية هي كبيرة والقيمة المادية أيضا أعتقد هي أكبر المادية تحسب على الجمهور تحسب بجانب عاطفي واستمتاع وسياحة أنا أعتقد هذا الجانب مهم جدا وكذلك الجانب الفني الذي سينعكس على الفريق أو المنتخب الأول بشكل عام أعتقد إذا سؤالك هو عن الجانب الفني أعتقد المنتخب اليوم يعيش مرحلة بناء أعتقد يعيش مرحلة تحول يحتاج الجيل الغادم للخبرة صحيح أنه مجموعة كبيرة من اللاعبين موجودين وفيهم الخير والبركة لكن أعتقد مثل هذه المباريات ستعطي اللاعب البحريني الخبرة في الاحتكاك والتعامل في مثل هذه المباريات في شتى الجوانب سواء التحكيم أو التعامل معه لاعب بمستوى فني أعلى منه حظي منتخب فتيات التايكواندو باستقبال رسمي فور وصوله يوم أمس إلى مطار البحرين الدولي قادما من مسقط وهو محمل بخمس ميداليات ذهبية ليحتل المركز الأول في ترتيب المنتخبات المشاركة في مسابقة التايكواندو بدورة المرأة الرياضية الخليجية الرابعة المقام حاليا في سلطنة عمان الشقيقة حيث كان الأمين العام لللجنة الأولمبية البحرينية السيد أبد الرحمن صادق أسكر في مقدمة مستقبلي البطلات لدى وصولهن إلى قاعة تشريفات نقدم تهناء لسمه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الرئيس مجلس الإدارة وأيضاً معالي الشيخ سلمان وأعضاء مجلس الإدارة وأيضاً مجلس إدارة الاتحاد برأس الأخ أحمر الخياط وجهاز الفن وإدارة الاتحاد ما في شك أن رياضة المرأة في البحرين صار لها من أعرق الرياضات في دول الخليج وهذه نتائج الاهتمام والدعم المتواصل من القيادة الحكيمة هذا الإنجاز ليس بغريب أمانة على أسرة الدفاع على الناس وأسرة التكويندو بالتحديد اليوم للمرة الرابعة للتوالي بناتنا وسيداتنا أثبتوا جذرتهم وعلوا كعبهم على المستوى الخليجي وهذا ليس بغريب عليهم لأنه دائماً في تطور وتطور ملحوظ وتقدم في مسقط ارتفعت غلة مملكة البحرين في دورة الرابعة لرياضة المرأة بمجلس التعامل لدول الخليج العربية التي تقام منافساتها في العاصمة العمانية مسقط ارتفعت إلى تسع عشرة ميدالية ذهبية قبل اليوم الختامية إذ استطاعت لعبات البولينغ خطف المركز الأول على مستوى الفراق والمكون بالنادي عقيل ومجد طاهر ليلة جناحي وفاطمة خالد متفوقاً على المنتخب الكويتي الذي ضفر بالمركز الثاني فيما احرز المنتخب الإماراتي المركز الثالث وإلى كرة القدم عجز فريقاء الحد ووظيفه الجزيرة الأردنية عن فك عقدة التعادلات التي تلازم مشوارهما في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ليخرج بالتعادل بهدف لمثل في ثالث لقاءاتهما في المجموعة الثانية ليتقاسم الفريقاء المركز الثاني بثلاث نقاط خلف فريق الشرطة العراقي صاحب المركز الأول بخمس نقاط ومع تعادل الحد هنا ترجمة نانسي قنقر